بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع على نفس التربية الفكرية درسنا هذا اليوم هو تنطيط لكورتالية ورميها باتجاه الهدف معكم الأستاذ بدر ناصر الفهد قبل ما نبدأ في درسنا يا أبطال نريد أن نستعرض مع بعض أهم متطلبات وممارسة النشاط البدني بشكل صحيح نستعرض مع بعض متطلبات مارسة النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه المنطلبات الراحة الكافية وتكمل الراحة الكافية في النوم ليلا من 6 ساعات إلى 8 ساعات لابد من أقصد من الراحة بعدها داء المجهود البدني لكي يستعيد الجسم طاقته وحيويته أيضا يا أبطال التغذية السليمة الغذاء مهم جدا لماذا؟ لأن الغذاء هو الذي يمد الجسم بالطاقة ويساعدني على داء النشاط البدني بشكل أفضل أيضا بعد ذلك الزي الرياضي المناسب عند أداء النشاط البدني أحتاج إلى ارتداء لبس الرياضي المناسب والحذاء المناسب ويختلف الزي الرياضي من مكان إلى آخر حيث أن الزي الرياضي في الأماكن الباردة يختلف한 في الأماكن الحارة أو الجافة أيضا الزي الرياضي لمهارة كرة القدم أو يختلف عن رياضة ألعاب القوة وكرة الطائرة بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن عند أداء النشاط البدني أحتاج إلى توفر مكان مناسب لهذا النشاط البدني يساعدني على تحقيق هداف من هذا النشاط ولابد من توفر عوامل الأمن والسلامة لحماية اللاعب بعد الله سبحانه وتعالى من الإصابات هل يمكن ممارسة كرة السلة داخل الفصل الدراسي غير مناسب وغير آمن أحسنتم يحتاج لممارسة كرة السلة إلى ملعب خاص لكرة السلة حيث توفر فيه منطلبات كرة السلة أيضا يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ أحسنتم هو تهية التسم لعداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمرينات التي تساعدني على هداء النشاط البدني بشكل أفضل والإحماية الجسم بعد الله سبحانه وتعالى من الإصابات أخيرا شرب الماء قبل التمرين وبعد النشاط البدني واثناء النشاط البدني لماذا؟ أحسنتم من حماية الجسم من الجفاف أثناء تأدية النشاط البدني يقوم الجسم بالتبريد الجسم عن طريق إفراز وإخراج السوائل من الجسم وتسمى عملية التعرق لكي يعوض هذه السوائل المفقودة وإحماية الجسم من الجفاف شرب الماء باستمرار أما الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب وزير رياضي المناسب مع بعض نبدأ بالإحماء المناسب التمرين الأول جاهزين المشي في المكان تمني يستعد المشي في المكان تمني يستعد ابتدي 1 2 3 4 2 3 4 3 4 4 5 2 3 4 5 3 4 6 2 3 4 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 5 6 6 9 9 10 11 11 11 12 13 12 13 14 14 14 14 15 14 14 15 16 19 20 20 21 21 22 23 22 23 24 24 25 25 25 25 23 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 32 32 32 32 33 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 39 39 40 40 45 40 45 45 45 45 46 46 46 46 46 48 48 48 49 49 49 اثنين ثلاث أربعة آخر مرة جماعة قف رأي أصفر خفض نأخذ نفس مع بعض ومتازين يا أبطال الآن وصل إلى نهاية الإحماء الجسم صار جاهز لداء النشاط البدني استعرض مع بعض درسنا لهذا اليوم كرة اليد كم رميها باتجاه الهدف تنطيط كرة اليد لابد من قبل أن نعرف ما هي كرة اليد هي رياضة تنفسية جماعية قائمة على مبدأ روح الفريق الذي يتكون الفريق الواحد في كرة اليد من سبعة لاعبين بينهم حارس المرمى وعلى عكس كرة القدم فإن رياضة كرة اليد يتم تمريرها بين لاعبي الفريق باستخدام يد اللاعب وتلعب هذه الرياضة بفريقين اثنين فوق أرضية الملعب نلاحظ أن في كرة اليد يكون هناك فريقان يتكونهم من سبعة لاعبين يقومون بتمرير الكرة فيما بينهم ثم تصويبها باتجاه المرمى لا يستخدم في هذه الرياضة سوى اليد فقط من الأهل نستعرض مع بعض ما هو التنطيط هناك معامل التنطيط التنطيط العالي والتنطيط المنخفض التنطيط العالي يا أبطال يكون الجسم مشدود حيث تكون الكرة بجانب القدم ودفع الكرة باستمرار حيث تكون الكرة ما بين الراحة اليد ما بين الأرض وقوم بدفع الكرة باستمرار وتكرارها أكثر مرة هكذا هكذا التنطيط العالي أما التنطيط المنخفض يكون ثاني قدمي قليلا نحناء الجسم إلى أمام قليلا وتكون تنطيط الكرة على مستوى الرقبة القدم الأمامية هل تكون الذراع في الأمام ودفع الكرة باستمرار هكذا يا أبطال نلاحظ مع بعض أن التنطيط العالي يكون الجسم في هذه الحالة في انتصاب مع عملية ميلان الأمام بشكل خفيف وتكون اليد التي تحاور في حالة انقباض وخلف الكرة التنطيط المنخفض تكون الوقفة بشكل متوازن والرقبتان في انثناء مع الجسم الجانب وتكون اليد بعيدة عن الخصم ويكون تنطيط الكرة مساوي للرقبة أو أقل الآن هذه الصورة توضحنا هذا التنطيط أحد أنواع التنطيط نريد أن نستعرض مع بعض الآن هذا الفيديو ووضحنا التنطيط بصورة أكثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطليبات أهلا وسهلا بكم تعلم مشيئة الله تعالى عن تنطيط الكرة من الوقوف والمشي والجري تعتبر مهارة تنطيط الكرة من المهارات الأساسية في كرة اليد نتعلم الآن خطوات أداء المهارة أولا وقوف تقديم الرجل المعاكسة بمعنى إذا كانت اليد اليمنى هي التي تنطط الكرة أضع الرجل المعاكسة أي الرجل اليسرى أماما كما ترى ثانيا ثاني الركبتين قليلا وميل الجدع للأمام بشكل بصير ثالثا نؤدي تنطيط بيد واحدة إما اليد اليمين أو اليد اليسرى وبنفصل رزق اليد هذا هو نفصل رزق اليد نستخدم فيه عند تنطيط الكرة رابعا نتع الكرة باليد المفتوحة باتجاه عمودي أي على الأرض خامسا توضع الكرة أماما وخارج الرجل المعاكسة لليد المؤدية ونحرك الكرة بالسمرار بين الأرض واليد كما ترى هيا نحاول تطبيق هذه المهارة معا والآن مع تطبيق المهارة من الوقوف مع زملائنا ريان وريان جاهزين؟ تفضل تنطيط الكرة من الوقوف أولا ممتاز النظر يكون موزع بين الكرة والملعب ممتاز أحسنت ممتاز أقوى شوي ممتاز بعد كم أقوى خالي شوي ممتاز بس أحسن ممتاز ثانيا مع تطبيق المهارة تنطيط الكرة من المشي تفضل ممتاز تضي ريان ممتاز شكل أبطل شوي ريان ممتاز أحسنت ثالثا مع تنطيط الكرة من الجري تفضل ممتاز ريان جاه ريان ممتاز ريان تفضل ممتاز أحسنت وبهذا نكون انتهينا من تعلم أدام مهارة تنطيط الكرة من الوقوف والمشي والجري دمتم صحة ونشاط لاحظنا في الفيديو السابق التنطيط بصورة أفضل لننسى أثناء داع هذه المهارة أبدو من توفر المكان المناسب وأزي الرياضي المناسب وأشرب الماء قبل واثناء وبعد ما أرسلنا الشهر البدني والراحة الكافية فلونا وصلنا إلى نهاية الترسل لهذا اليوم أشكركم لحسن استماعكم كان معكم الأستاذ بدر ناصر الفهيد